لما اجي بدي افتح ملف زي ما انتوا شايفين تطلع لمجموعة خيارات بالتطبيقات اللي بتخص هالبرنامج اللي ممكن انها تشغل هالبرنامج فاذا كانت هاي الخيارات بتزعجك زي ما هي بتزعجني انه انت ما بتحب تظلك تختار برنامج كل مرة انك تشغل فيه او انك كل مرة مثلا تختار فقط مرة او لمرة واحدة او انك ما بتحب انك تعين برنامج افتراضي عشان بعد فترة ممكن بدك تستخدم برنامج اخر للتشغيل فاذا كنت بدك تخلص من كل هاي المشاكل خليك معي ويلا ننتقل الى شرح الطريقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم اخواني شو اخباركم معكم سعيد من قناة The Breaking Wolf اليوم ان شاء الله جابي لكم برنامج لطيف خفيف ورائع جدا رح يغنيك ويحللك شوية مشاكل ويغنيك عن المشاكل اللي ممكن انها تصير معك فزي ما شفتوا باول الفيديو الخيارات اللي ممكن تطلع لك لما انت بدك تشغل اي ملف او اي صورة او اي فيديو ع تليفونك انك تختار المشغل اللي بدك تشغل فيه فممكن انت تعين برنامج افتراضي للتشغيل وبعد فترة تصير بدك تغيره تدخل على الاعدادات وبلشة او ممكن انه انت ما بتحب انك تظلك تختار كل مرة لمرة واحدة او لمرة واحدة فقط فبتصير شوية مشاكل وبيصير ممل المهم عشان ما نطول بالفيديو لانه مش مستاهل كل اللي علينا انه نزل هالبرنامج لاسمه alternative app picker طبعا بامكانك تنزله من الجوجل بلاي بشكل مجاني او من خلال مدونتي ورابطة تدويني موجود تحت الفيديو بالوصف طبعا ما بده صلاحية الروت بتنزله ما تصيبه فقط بتروح على المكان اللي انت بدك تشغل فيه اي ملف كمثال هون بختار ملف الصوتي رح نيجي بالاسفل نختار app picker اللي احنا نزلناه بتختار انه الapp picker يكون always او دائما نختاره دائما بعدين اوكي او موافق فزي ما انت شايف بتصير كل ما بدك تشغل اي ملف ايش مكان نوعه تطلع لك هاي الخيارات فقط حسب نوع الملف بطلع لك البرامج اللي ممكن انها تشغله مثلا هذا ملف صوتي طلعلي البرامج اللي بتشغل الملفات الصوتية فزي ما انت شايف فقط كل اللي عليك انك تكبس على البرنامج او المشغل اللي انت بدك اياه مثلا بدي ارجع بدي افتحه كمان مرة فزي ما انت شايف اعطاني كمان خيارات انه انا بامكاني اظلني اختار كل مرة بدون ما اختار برنامج افتراضي واصير بعد فترة بدي اغيره او كل شوي بدي اغيره او بدون ما اختار البرنامج وبعدين احكيله لمرة واحدة فقط فهيك انت بتكون ريحت راسك من المشاكل والملل اللي بصير من وراها ينافذ لما بدك تفتح البرامج او الصور او اي ملف على تليفونك فاتمنى ان شاء الله انه يكون التطبيق عجبكم لانه بصراحة عجبني انا لانه حل اللي مشكلة كنت اعاني منها ما بعرف ممكن بالنسبة لكم هالفيديو يكون تافه بس اذا كنت بتعاني من هاي المشكلة الفيديو راح يكون مفيد ومنقذ للك فاذا عجبك الفيديو افادك ياريت ما تنسى الدعم رابط صفحة على الفيسبوك تحت الفيديو بالوصف ورابط تدويني كمان تحت الفيديو بالوصف ولا تنسوا تدعم القناة الاحتياطية رابطها موجود تحت الفيديو بالوصف كان معكم أخوكم سعيد من قناة The Breaking Wolf السلام عليكم ورحمة الله وبركاته